السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودت وينز طبعا أصدقائي بناء على طلب بعض الأصدقاء الصفحات الإنجليزية في الموقع الإنجليش كيف إحنا ممكن نعملها وبشكل صح تمام؟ بدنا نحاول يعني نغطى الموضوع هات كامل اليوم بدنا ننشئ الخمس أو أربع صفحات أساسية طبعا بسم الله قبل كل إشي خلينا نطلع منها نونة تمام؟ وندخل على أي مدونة مثلا هذه المدونة تمام؟ خلينا نفترض أن هذه المدونة مدونة إنجليزية طبعا نصيحة قبل كل شيء قبل ما تشتغل في المدونة حتى لو كانت إنجليش وجاية معك بالشكل هات بغض النظر يا جماعة عن المواضيع طبعا يا جماعة قبل كل شيء بدنا نركز دائما في المدونة الإنجليش أول شغلة بدأت تعمل هي تدخلي على الإعدادات هان تركزي نونة تمام؟ إجاب دخلت على الإعدادات زي ما أنت شايف لغة المدونة مالها إنجليش خلصنا من هذه النقطة خلينا ندخل يا جماعة على الصفحات بالشكل هات تمام يا صاحبي؟ طيب ممتازة سيسو هلوقت بغض النظر عن الصفحات الموجودة هان خلينا أعمل إنشاء الصفحة جديدة تمام؟ بالشكل هات بسم الله تمام؟ خلينا أجع على العنوان حاول العنوان ما تكتبهش بالعربي العنوان دائما بنكتب بالإنجليش أول مرة بنكتب بالإنجليش عشان نحفظ الرابط طبعي العنوان برضو بالإنجليش يعني مثلا هذه الصفحة يا سيد العزيز خلينا نسميها صفحة يا سيدي الفهرس تمام؟ خلينا نجي ونكتب كلمة فهرس بالإنجليش طبعا لو أنت لاحظت أنا كتبت كلمة بلوج إنديكس تمام؟ وخليني أنزل نونه هان تمام؟ هان أنا مش حقدة أتحكم 100% إلا إذا شغلت العصبون عندي تمام؟ بدأ أجي وبدأ ألزق هالوقت الكود لو أنتوا لاحظتوا يا جماعة أنا لسقت هذا الكود إيش هذا الكود هالوقت بتفهم لحالك الشو هو؟ خليني أجي وأقول له تأكيد بالشكل هات بسم الله طبعا يا جماعة زي ما أنتم ملاحظين أنا نشغلت الكود 100% طبعا هو مهيأ لمدونة إنجليش تمام؟ لو أنت لاحظت معي تمام؟ الكود اشتغل بالشكل هاد هذا الفهرس تبع الصفحات هنا بيديك يا سيد العزيز الاسم تبع المقال وهنا بيديك تريخ النشر للمقال وهنا بيعطيك الأقسام الموجود فيها هذا المقال تمام؟ هاي الميزة تبعت البلوج إنديكس طبعا أنت فيك تستغله لمحتوى عربي ومحتوى إنجليش طيب ممتاز أسيسو خلصنا من النقطة هادي هالوقت يا جماعة بعد هيك إحنا بدنا نيجي وننشئ صفحة جديدة تمام؟ بس الصفحة الجديدة يا سيد العزيز لمين إحنا بدنا نعملها؟ طبعا أصدقاء قناة جودة وينز بنيجي ونضغط على الزائد بالشكل هادا ننشئ صفحة وخلينا ندخل على العنوان برضو هان تمام؟ ولصقنا الاسم هاد لصقنا الاسم هاد هو بمعنى سياسة الخصوصية بس إحنا زي ما اتفقنا بما أنه صفحات إنجليش أو بدنا غربط نفسه يكون فيه إنجليش أدخل عادي تاني يا سيد العزيز هلوقت خليني أجي وأضيف الكود هلوقت بسم الله طبعا جماعة أنا هيك ضفت الكود طبعا لو أنت إجيت هان عملت عرض وضع الإنشاء زي ما أنت شايف كل الأكواد مضيوفة لازمة لكن في فتفوتة صغيرة بتتنتبه إلها تمام صاحبي؟ لو أنت لاحظت في عندك صفار هان مزبوط في عندك إيش بالزبط؟ صفار الصفار هادولا إيش بك تسوي فيهم؟ خلينا شوي عدنا بنلجأ لهم هلوقت بدنا نعمل تعديل هاي نعملنا حفز خلينا نضغط على الضغط الجماعة زي ما اتفقنا طبعا بالنسبة للخيارات تبعة التعليقات خلينا نعملها عدم السماح دائما في الصفحات ممنوعة أما بالنسبة للروبوت المخصص خلينا نضغط عليه بالشكل هاد ونقول له نون ديكس وإذا كمان حبيت نعملها نود بي أعملها ما بتكاش تعملها خلاص وبتضغط بالشكل هاد وبنقول له يا سيد العزيز حفز طيب أعملنا الاعدادات هادي وكله تمام خلينا أفتح الصفحة الرئيسية بالشكل هاد زي ما انتم شايفين تمام وبدي أجي أنسخ الرابط وألسقه تاني هان وأمسح الأم يساوي واحده على متل سلاش وأجي أقول له نسخ أو قص بالشكل هاد تمام يا جماعة عملت اللازم خلينا أدخل تاني على الصفحات طيب ممتازة سيسو وخلينا أدخل على اسم الصفحة تمام اللي هو التعديل تبعي الصفحة خلينا ننزل على السفارة اللي هان هدولا طبعا اسم الموقع مثلا تبعي بالإنجليش طبعا هنا خلينا نفترض اسمه موضوع تمام يا جماعة بقى أجي بأضغط على الاسم بالشكل هاد خلينا أحول سطح مكتب عشان أنا أقدر أتحكم تمام بعد ما حولت سطح مكتبه جماعة بأضغط على الثلاث النقاط اللي هان وبقول له ارتباط زي ما انتم شايفين زين لو انت لاحظت اجيتوا لاسقت الرابط بالشكل هاد هان وبقول له تطبيق في مرحوظة يا جماعة في بعض الناس يا جماعة بتيجي وبتنسخ أو بتلسق الرابط بالشكل هاد هذا الرابط لو انت لاسقته بالشكل هاد حيطلع معك غلط وآتسنز بتكره بشدة مخالفة سياساتها ومن ضمن مخالفة سياساتها الطريقة هادي أو الاسلوب هاد طيب تمام اسيس وخلصنا من النقطة هادي هلوقت الاسم هذا تبعك اللي انت عملته انسخوا بالشكل هاد وانزلي نونا وين في عندك رح يكون صفار لسقلي اعمال لي لصق بدل الصفار تمام يا صاحبي تركز وشغل العصبونات نونا خلصنا وكله تمام خلص بنقول له تعديل بالشكل هاد والله يخلف عليك يا باشا خلينا نطلع من هلها الوقت نونا طبعا جماعة احنا هيك انشأنا صفحتين من الصفحات الاساسية تبعت اي مدونة انجليش خلصنا البلوغ اندكس وخلصنا سياسة الخصوصية طيب ممتزة سيسو مين ضايل عنا طيب ممتزة سيسو هالوقت بعد ما فتحت الصفحة هادية يا جماعة خليني ااجي واضغط هان نونا ما بديش اعمل عرض اتشتي ام الا خليني اعمل عرض ووضع الانشاء تمام بعد جماعة ما عملت عرض ووضع الانشاء خليني ااجي وحول سطح مكتب بالشكل هاد تمام يا صاحبي تركزي نونا بالله يعليكي طيب ممتز خليني اضغط على الثلاث نقاط هادول اللي هان واقول له حولي من الشمال مش من اليمين عشان في نص سيسو بديلسقه هان تمام يا صاحبي طيب بسم الله لو انتوا لاحظتوا يا جماعة انا النص هذا اللي لصخته متعلق في مين بالظبط متعلق سيد العزيز في الشغل برضو تبعنا هو متعلق بمين بسياسة الاستخدام خليني نغلق هاد ينونة وننسخ الاسم هاد اللي انتوا شايفينه تمام هذا هو الاسم اللي احنا بدنا اياه بنيجي وبناخده بنحطه في العنوان هان تمام الله يخلف عليه هالوقت خلينا نيجي هان نونة ونطلع في هادي نونة هيكد هي تمام واضحها وبدأ ايجي وبدأ اقول له نشر بالشكل هاد ممتزم عن مي بس خلينا ندخل على صفحة سياسة الخصوصية هادي شوية عشان بدنا ننسخ منها الرابط طبعا موقع تمام لهو هذا الرابط بالشكل هاد احنا قلنا عنه تمام لهو رابط موقعنا اللي احنا عملناه يعني ايجيت ونسخته وكله تمام سيسو طيب ماش يام علمي خلينا ندخل على سياسة الاستخدام ونتأكد منها مية في المية ووين انا بدي الاقي صفار برضو بدي اجي اعلم عليهم بالشكل هاد والسق الجديد هذا تماما جماعة على اساس انه قدي حقوق للموقع التبعي هذا هو اللي انا بقى اسوي هاي مثلا هان صفار زي ما انت شايف السق لهذا الجديد بالشكل هاد وهي هان الصفار لسق لهذا الجديد بالشكل هاد تماما جماعة هادي الصفحات مضمونة مية في المية للقبول في ادسنز انا عشان هيك عملتها الحلقة هادي مهمة للي حبين المجال هاد الانجليش المحتوى الانجليش يا جماعة تمام هاي يا سيد العزيز كمان لسقنا هان الله يخلف ومليون يخلف عليه طبعا ادك بدك تنسخها الصفحة بس خلينا نيجي هان على الخيارات ونلغي التعليقات زي ما اتفقنا دايما وخلينا على الاربوت تيكست نجيمل اول ونقول له يا سيد العزيز نون ديكس ونغلق بالشكل هاد ونقول له تعديل الله يخلف ومليون يخلف عليه الصفحة يا جماعة هيك جهزات معنا طيب مين ضايل ياسيسه هادا الكود رح يحلك في صفحة اتصل بنا ايا كان نوع موقعك او اسف صفحة من نحنو صفحة من نحنو تمام لسقناه وقوله تمام زي ما انت شايف كيف شكله خلصنا وقول له تمام بنيجي يا سيد العزيز على الخيارات هادي بنقول له عدم تمام وبنقول له يا سيد العزيز كمان هنزيل تلقائي وخليلي اياه نود او نون ديكس الله يخلف عليه وخلينا نقول له نشر بالشكل هاد هيكد بتكون نشرة الصفحة معك مية في المية طيب تمام اسيسه مين ضايل في ضايل اي حتة تانية لو حبينا احنا يا جماعة كمان نعمل نوعية تانية لو صفحة سياسة استخدام برضو انت بحق لك تفتحها حبيت انك تعملها يعني كشكليات للموقع تمام سياسة الاستخدام سواني بس خلينا نيجي هنا نضغط ونقول له عرض اتش تي ام ال تمام امسح للاكود هادي ونسق لي بدالها الجديد بسم الله طبعا هذا هو الكود تبع سياسة الاستخدام انا هيك لاصقته خليني اجي هان نونا تمام وزا ما انت شايفين بدي اجي واكتب سياسة الاستخدام طبعا الصفحة انجليش اصلا لازم تكون بس انا عشان متش حافظ كأنه المعنى فشوفوا اش اللي بدأ اسويه بالظبط اجيت يا سيد العزيز وقلت له تحديد الكل وقص ومباشرة اشتغل معي المترجم وقلت له يا عمي حول لي انجليش بالشكل هاد وهات لي يعمل هاد شكرا اليك تمام اجيت هالوقت وبدأ الصق الاسم الجديد تمام بالشكل هاد الله يخلف ومليون يخلف عليه خليني اجي على الخيارات واقول له عرض او عدم عرض التعليقات وهان بدي اقول له نون ديكس بالشكل هاد تمام صاحبي خلصت كله تمام خليني اجي واقول له نشر هيك بطلع معي الشغل لوز 100% صح مفيش فيه اي خطأ انشأت كامل الصفحات طبعا الا صفحة الكونتاكت اس انت الوحيد اللي لازم تنشأها وانا حسيب لك رابط في وصف الفيديو لان اقولها شغل لحالها اصلا تمام خليني اجي هالوقت هنا بدي اجي وادخل على الصفحات نفسهم بسم الله او على القسم تبع التنسيق بالشكل هاد على اساس كأنه المدونة مدونة اجنبية لو اجيت على الصفحات هدول بسم الله يا جماعة طبعا انا بدي اجي واعلم كل الصفحات اللي انا عملتها لو انت لاحظت بعلمهم بالشكل هذا تمام كأنه علمت الصفحات وكله تمام بقايجي وبقى اقول له حفظ ويخلف عليك يا عمنا تمام لو انت اجيت عملة عرض للمدونة راح يبين معك كل اشي بالتفصيل بسم الله خليني نعمل تحديث للمدونة يا جماعة بالشكل هاد وخليني اجيب الصلة بصة هان لو انت لحظتها مع المين الصفحات نزلت معي بالشكل هاد هان فخلص معناته انا وضعي تمام 100% وانشأت اهم صفحات بتحتاجها مين بتحتاجها شركة اتسينز واصلا هي اساسية للقبول الله يعطيكم الف الف عافية اصدقاء واتمنى انه هيك تكون الحلقة مفيدة وان شاء الله كامل الروابط ستكون موجودة في وصف الفيديو لاي مدونة اجنبية السلام عليكم